بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بالجميع موضوع الحلقة كيفية تحضير الباتي لكن ليس الباتي المنزلي فهذا الباتي نقوم بتحضيره وبيعه بالجملة لبائع الطيور وبعد ذلك فبائع الطيور يقوم ببيعه بالتقصيد للمربين لذلك أردت أن أشارككم هذه المعلومة فأول شيء نقوم به إشعال النار تحت المقلات ووضع كأس من الكسكس أو السميد حسب اختيار المربي وبعد ذلك نقوم بتحريك الكسكس أو السميد لمدة خمسة دقائق على الأقل وبعد ذلك يصبح الكسكس بهذا الشكل حتى يتغير لونه نقوم بإفراغه في إناء ونأخذ ملعقة من الخرقوم البلدي ليس الخرقوم الاصطناعي الخرقوم البلدي نأخذ ملعقة ونفرغ عليها الماء وبعد ذلك نقوم بإفراغه فوق الكسكس والماء حسب الاختيارة ممكن كأس ممكن كأس ونصف على حسب المدة التي يجب أن تنتظرون فأنا سأنتظر لمدة 30 دقيقة وبعد أن يجب الماء من الكسكس ويصبح بهذا الشكل نأخذ عظم الحبار فهذا العظم أذكر بأنه لنوع من الأسماك يكون بها هذا العظم فهو غني بالكالسيوم وكما تعرفون بأن الكالسيوم مهم لصحة الطيور وللفراخ ولنمو عظم الفراخ لذلك فهذه المادة مهمة جدا ويباع بكثرة عند بائع الطيور وبتمان بسيط وبعد نضع جوج جرام من الخميرة للتذكير الخميرة غنية بالبكتيريا النافعة والبكتيريا النافعة ضرورية ومهمة للطيور لذلك يجب الحرص على البكتيريا النافعة وكذلك نضع القليل من النيجر لإطارة انتباه الطيور في هذه الخلطة وبعد ذلك يأتي دور المنكيهات فأنا في هذه الخلطة وضعت منكيه الفانيلا وهناك عدة منكيهات وكذلك من يريد تغيير اللون بالنسبة للطيور كالموزيك والريد فاكتر وغيره من الأنواع الأخرى وبالنسبة للمربين الذين يريدون إضافة خضر فممكن إضافة خضر كالجزر أو الكوسة أو غيرها من الخضر ممكن حك هذه الخضر فوق هذه الخلطة وإعطائها للطيور فهذه الخلطة صحية وجيدة أما بالنسبة للباتي التي نعطيها لبائع الطيور فتكون لا تحتوي على الخضر لأنها تبقى لمدة طويلة فهذا كان موضوع هذا الحلقة والسلام عليكم